موسيقى مساقكم خير يمكن في الفقرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن تأدير وتكريم المرأة والفن وقصص ملهمة جميلة كنا فرحانين بيها وبنحتفي بيها النهاردة يمكن واحدة من الحاجات اللي إحنا حقيقي طول الوقت حاسين إن إحنا ومش عارفين موقفنا منها إيه إحنا بنحبها جداً وبنستناها جداً بس مش عارفين إحنا بنقدرها بجد ولا لا واحدة من الحاجات دي هي الكتابة أحياناً كتير تلاقي الواحد فينا كده ينبهر بالصورة ينبهر بالفنان اللي بيحبه لكن السيناريو الحوار القصة قد إيه تبقى قريبة مني وبتلمسني وبتفرق معي نتكلم في التفصيلة دي إحنا مش عارفين إحنا بجد مركزين في التفصيلة دي ولا هي بالنسبة لنا جزء من العمل قبل ما أقول لكم إن إحنا معنا ضيف مميز جداً وفنان كبير يعني أنا بتهيأ لي أو يمكن يكون كلامي غلط إنه حاجة بتدايق جداً أي شخص بيكتب لما يتقل مثلاً على السيناريو ورق لأنه مش ورق لأنه حياة وتفاصيل وفكرة وحاجات كتير قوي بتحصل هنعرفها النهاردة في لقاء خاص جداً يعني إحنا محظوظين به مع السيناريست محمد سليمان عبد المالك مؤلف المسلسل الرمضاني الجايرة جاية هوا واللي بتدينا نشوف بقى التريلرز والإعلانات بتاعته مساء الخير على حضرتك مساء النور أهلاً وسهلاً أهلاً بيك يا دكتور أهلاً بحضرتك دكتور بقى ماشي لأنه محمد المسر على دكتور دي لأنه ما جاتش بالساهل آه لا هي ما جاتش بالساهل طبعاً سنين دراسة طويلة وقعت حوالي خمس سنين معيد في كلية الطب فلا يعني هي جزء من يعني طب يا جماعة دكتورات الطب مش في أدب طيب يعني بس هو الطب والأدب مش بعاد عن بعض والطب والفن كمان مش بعاد عن بعض نفسي أعرف السر ده أظن أنه حاجتين الحاجة الأولانية أنه دراسة الطب بتنظم التفكير جداً بتخليك يعني أولاً هي دراسة ممتعة بالمناسبة جداً وبتخليك تد بتفتح مدركك على أنماط يمكن لو أنت مدرسش طب مش حتخش فيها دي نمرة واحد نمرة اثنين أنت بتتعامل مع بشر برضو بتتعامل معهم كمان في لحظات صعبة قوي لحظات الألم والمعاناة والحياة والموت يعني برضو دي مسألة أنت بتقرب قوي من النفس الإنسانية وبتشوفها يمكن في لحظات خاصة برضو مش لحظات عامة قوي يعني فده السبب يمكن أنه في الآخر لو حد عنده حس فني أو موهبة أنه الطب بيبلورها وبيبينها أكتر ما بياخدش منها يعني يعني ممكن يكون دي وجهة ناظري لا تفسير حقيقي بالضبط وعايزة بقى أعرف ده حصل بجد ولا لا يعني حصل أنك تأثرك بالطب وما شاهد شفتها أنت اشتغلت في الطب بسنين مش كده؟ آه بس مش طب كلينيكي أنا الحقيقة لما دخلت الجامعة وكلية الطب الحقيقة أعرفت يمكن من سنة تانية تالتة كده أن أنا مش هكمل في الطب الكلينيكي لأنه في حاجتين ما بقدرش أن أنا استحملهم على المستوى الشخصي اللي هم الألم أنك تشوف بني آدم بيتقلم قدامك ممكن على فكرة دي حاجة تبقى موجودة أو مش موجودة وش عب تكتسبها كمهارة يعني الألم والدم يعني دخلت العمليات مرة واحدة بس في حياتي في سنة رابعة وسبعية ما دخلت هاش تاني أبدا مجال؟ على الإطلاق يا دكتور أنت كنت معيد كنت معيد بقى في قسم صحة عامة كان قسم أكاديمي تدريس في الجامعة وده اللي خلاني يعود حوالي خمس سنين كمان لحد ما حضرت يعني كنت في ستيب تو ماجستير وبعدين لقيت أنه برضو مش مكان يعني حسيت أنه مش دال يعني اللي أنا عايزة أوصل له خالص طبعا كنت بالتوازي مع ده من أنه أنا طالب في الجامعة كنت بكتب محاولات كنت نشرت في أماكن كان حلمي أكتب للشاشة طبعا أنت أصغر مراسل في مجنب كل الناس ده زمان قوي ده يمكن لما كنت طفل صغير كنت 12 سنة وكانت تلحق بعض في جواب الدكتورة هالا سرحان ولما قابلتها حتى كلام ده من كذا سنة من خمس أو ست سنين فكرتها بالقصة دي وقالت لي آه طبعا ونشرت فعلا وكان حلمي بالنسبة لي كنت لسه في إعدادي مثلا عارف أنا ليه كنت عاوزة سؤالك عن ده لأنه فكرة الفرص الصغيرة اللي الواحد بياخدها في بداية حياته ممكن تغير مصار حياته والله مش كده وبس هو كمان بتبقى زي إشارات أو علامات يعني أنت برضو أنت في سن صغير قوي كده وتلاقي نفسك في وسط مجال بعيد قوي وحاجة يعني أنت نفسك مش عارف ده بجد آه ده بجد ولا مش بجد برضو لما بيحصل ده في سن صغير بتحس إنه لا ده الطريق يعني أظن إنه ده ده اللي وصلني في سن مبكر يعني بس بس في سن مبكر واضح كده من اللي بنقراه أنه أنت تحركت في حاجات كتير آه جربت حاجات كتير كتابة يعني مضبوط الحقيقة كتبت في روايات اللي هي المغامرات زي بتاعة رجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق أو مورق الطبيعة الدكتور رحمد خالد توفيق كانت المؤسسة العربية الحديثة عاملة مسابقة وقدمت فيها وانا في سنة تانية كلية والنشر العظيم مؤسسس حمدي مصطفى وهو يعني صاحب هذا المشروع الأدب الكبير اللي وصل يمكن لملايين البيوت المصرية والعربية اتصل في التليفون كانت والدتي في البيت هي اللي ردت عليه وأنا كنت في مراجعة في الجامعة فقالت لها دكتور محمد موجود لأنه يعني فقالت له لا لا هو في الجامعة لا هو دكتور في الجامعة فقالت له لا ولا يضا طالب في سنة تانية فلما رجعت قلت له يعني احنا كده خلاص يعني أكيد بس الحقيقة لما كلمت هو كمان تحمس ونشر لي فعلا وأنا طالب كتبت بقى في المسرح وأنا في الجامعة برضو وكتبت في المقالات الصحفية وفي إعداد البرامج بس أنا عيني من الأول أن أنا حلمي الحقيقي أن أنا أكتب الدراما التليفزيونية حلوة وده ممكن من وانا كنت في سنوي وده كان يعني ده ممكن يبقى بدخل كويس أولا كانت تأثرا بأستاذي الراحل أستاذ 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 مرواكش شكرا بقى أنك قلت الإسم ده بقى شكرا بقى أصدر أنك هتحدى حضر أقول لك حاجة أنا هتحدى وأقول أنه إحنا ممكن الجيل بتاعنا اللي تربى على الأعمال بتاعة الأستاذ أسامة أنور ركاشة إحنا بالنسبة لنا ما فيش حاجة بتمخمخنا يعني صحيح يعني أنا بحس أنه بتفرج على أي سيناريو مزبوط بفتكر حوارات أسامة أنور ركاشة أقول مين نيجي تاني صحيح صحيح أسامة أنور ركاشة وأستاذ وحيد حامد طبعا بس في الدراما التلفزيونية يمكن أستاذ أسامة وصل لمستوى عرفع السقف قوي يمكن على كل الأجيال اللي جاية كمان وكتابة الدرامية قبله كمهنة يعني غير الكتابة الدرامية بعده يعني هو نقل الكارير لحتة عالية قوي الحقيقة ودى الكاتب قمته وهبته يعني ليه لأنه حركة لسه بتقولي أنه كلمة ورق دي كلمة مجحفة قوي في حق السيناريو جدا ده أنا فاكر مقال كتبه الأستاذ محفوظ عبد الرحمن وده واحد من رائد الدراما التلفزيونية ممكن كان أستاذ أسامة أنور ركاشة كمان كان كتب مقال في أحد الصحف مرة كتب أنه كلمة ورق ده تعبير سوقي بن قسين سوقي لأنه هو لي علاقة بالسوق والتسوئي احنا بنعتبره أنه هو ورق في حين أنه احنا بنحارب كجيل لأنه يتقل عليه سيناريو ويتقل عليه عمل لأنه أستاذ أسامة أنور ركاشة كان حقيقي فياته الجديدة أرابيسك وبعدين أسامي الممثلين فرجع السيناريو فكرة الكاتب كمان أنه هو قبل الزبيب هو البطل هو صاحب المشروع فالحقيقة أنه أستاذ أسامة بالنسبة لي كمان أرابيسك كنت أتفرج عليه وانا في سنوية ده اللحظة لأنا فكرت أنه أنا نفسي أشتغل شغل فتح انطلاقة حسيت أنه العالم طبعا طبعا لأنه عالم كامل يعني الحقيقة عالم بشخصياته بتفاصيله وعايش لحد النهاردة ولكن إحنا ككتاب كمان من الجيل ده بقنا منباهرين أكتر بفكرة النوع النوع بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يبقى العمل كوميدي فهو كوميدي صرف تماما لازم نموت من الضحك عمل أكشن فهو عمل أكشن وستس بانس وهو عمل اجتماعي فهيبقى عمل اجتماعي وده مش حلو بهذه مش مسألة حلوة على وحش هو ليه علاقة برضو بتطور الأشياء يعني زي التخصص كده بس هو الحقيقة أنه اللي عمل أستاذ أسامة أنه كان العمل الواحد فيه كل شيء في كل الأنواع تقريبا يعني العالم كله مؤسس لأنه يملك أقرب للحياة أقرب للحياة والأقرب لفن الرواية اللي جيب أنه أستاذ أسامة أصلا اللي ابتدى بيه ككاتب أدبي أصلا وبعدين بقى كاتب درامي فالحقيقة أنه عمل السنة دي اللي هو اللي احنا بنقدمه اللي هو راجعين يا هوا فيه بقى كل بسميه بقى شفرة دراما أسامة عمر عكاشة الكاملة أنا هروح له بس استنى أنا أريد أن أحكي للناس أنه مثلا يعني أستاذ أو دكتور محمد محمد سليمان عبد المالك كتب أولاد الليل تامر وشوائية كافيتشينو فراولا عزبة آدم بابا زي كل الحاجات العظيمة دي أبواب الخوف باب الخلق طبعا أستاذ محمود عبد العزيز أنا رت أه باب الخلق اسمه أقت فرق توقيت شد أجزاء كل حاجات دي احنا عارفينها يعني وحاجات إذاعية يخلق من الشابة 40 مسلسل وعد مسلسل حسان أسود مليكة ومملك النار ده الأحدث يعني هو الأحدث وبعدين كان فيه بعضي خط حرير مع ما يعز الدين والسنة اللي فاتت كان فيه قصر النيل مع دينا الشربين يعني دول آخر عمالين أنا يعني كاتب رمضاني بامتياز بحاول يعني طيب اللي أنا عايزة أسأل فيه قبل ما أروح بقى المسلسل السنة دي هو برضو خلط مشهور بين القصة والسيناريو يعني همش عارفين يعني مين بيعمل إيه فخلينا نبسطها للناس اللي بيكتب قصة ده بيكتب إيه اللي بيكتب السيناريو مسؤول عن إيه كويس القصة هي الحدوتة اللي أنا بحكيها كده أنه بيحصل كذا وفلان بيروح وبيقابل فلان وبيعودوا يعني هو القصة هي الفكرة أو الشكل العام لأحداث المسلسل السيناريو هو التفصيل للفكرة دي أو للقصة دي اللي هو أنه بيتقسم لمشاهد وبيتقسم بعد كده المشاهد إلى سيناريو اللي هو ماذا يحدث في المشهد فلان دخل وقعد وفيه كوباية مسكها وقعد وكلم فوق وبص هنا وعمل هنا الحوار هو الكلام اللي بيتقال أو الديالوج اللي بيتقال جوه المشهد فالسيناريو والحوار الاتنين بيعتبروا هم حكي بقى بس حكي أعام من السيناريو يعني السيناريو هو الأكثر تفصيلاً من القصة ده عشان بس أبسط لأنه فيه حاجات تقنية كتير قوي في النص بس ده بشكل بسيط قوي الفرق ما بين القصة والسيناريو والحوار بالضبط يعني ينفع أقول الكلام اللي بيتقال على ميسان الأبطال صنيعة السيناريست مظبوط مش كده؟ مظبوط لكن الحبكة والأحداث وطلع صعد الدرامي ده 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 شغل قصة يعني ممكن يعني في الآخر ما هو مثلاً ممكن ناخد قصة أو رواية لنجيب محفوظ تمام كوني أطورها بقى وحولها إلى سيناريو وحوار يترجم على الشاشة في عمل درامي دي حاجة تانية خالص بس هو بتاخد من الأصل الشخصيات والفكرة وتطور الأحداث وبتضيف لها انت بقى كفنان من خيالك ومن إبداعك بحيث أنه يبقى مش مجرد العمل الأدبي زي ما هو تم قراءته بس عشان أنت وانت على الشاشة بيبقى له مقيس تانية خالص طبعاً الجمل اللي احنا بناخدها من الأعمال الأدبية وكلام ده على مسؤولية يعني المسؤولة عنه احنا ليه في السنوات الأخيرة بقينا نحس أنه هما ليه بيكلموا كده هما ليه هما ليه مش شبهنا يعني فعلاً مش شبهنا حتى لو في الشعبي لا مش شبه الناس الشعبية الناس الشعبية حلوين وطبيعيين وعادي مش طول وقت بيصرخوا ومش طول وقت بيزعقوا صحيح ولو في المستوى الأعلى برضو مش شبه رجل الأعمال مش على طول المسافر بره مش طيارة جواب بيت يعني اه يعني ليه ليه حصلت الفصلة دي في كم سنة يعني أنا شعيف أنه ده نوع من أنواع المبلغة المبلغة ليه لأنه زمان على أيام نحنا يعني لما كنا بنتفرق كان فيهم قناتين وفيه الفضائيات لما ابتدت حتى برضو ما كانش بالانتشار الواسع قوي ده فكانت الأعمال قريبة للناس لأنه القنوات نفسها قليلة فأنت أكيد كده يعني مصر كلها مسك تتفرج على مسلسل كنت تلاقي إن إحنا أيام المدرسة مثلا إحنا ممكن كلنا نغني أغنية مسلسل وإحنا بحفظين نهاردة بالزبط بالزبط لأنه النهاردة مع تعدد القنوات والبلاتفورمز كمان اللي هي المنصات الرقمية وغيره والعالم كله تفتح مش التطلب المعروض بقى كتير قوي يعني النهاردة بقت إنت النهاردة مثلا في الشهر الواحد بينزل خمس ستة أعمال جديدة إنما كانش بقى في رمضان بينزل مثلا سبعين تمانين تمام فإنت النهاردة علشان تشد المتفرج وعشان تجذب انتباه ولازم تبالغ شوية في حاجات كتير لازم تبقى زاعق في حاجات كتير وأنا مش مع ده يعني أنا ده مش زوقي الشخصي خالص أنا شايف أنه ده اللي بيصنع اللي بنسميه بلغة السوشال ميديا الترند الترند بمعنى أنه الناس تتفرج عليه في لحظته لكن ممكن نوعات الفرج عليه خلاص بيبقى قدم لكن الحقيقة أنه الأصعب من الترند هي فكرة البراند اللي هو الأساساتنا الكبارة عمله لما نقعد نتفرج لحد النهاردة على أعمال أستاذ محمد جلال عبد على أعمال أستاذ يوسر الجندي رحمه الله وهو لسه يعني قريبا على أعمال أستاذ وحيد حامد الحاجات اللي كل ما بتقدم بتعتق هو ده فكرة البراند أنه أنا مشغول أوصلي بالنسبة لجيلي أنه إزاي كمان عشر سنين ولا عشر سنة هيتبصلنا هل هيتبصلنا أنه إحنا بقينا استهلاكيين قوي وبنعمل حاجات تخلص في وقتها ولا هنعمل حاجات تعيش وتأثر في الأجيال الجاية كمان شايف إنه ده أصعب بياخد وقت أطول ممكن ما بيفرقعش في وقتها بس مع الوقت التكرار ومع التراكم هو ده اللي ممكن يعمل فرق رجعين يا هاو رجعين تعمله إيباب يعني يحكي لي رجعين يا هاو من الخلطة المختلفة فرجعين يا هاو طبعا رجعين يا هاو أنا بعتبره نوع من أنواع أنا بشكل شخصي يعني رد الجميل لأستاذ أسامة لأنا للأسف ما أسعدنيش الحظ أن أنا قابله وجهاً لوجه ولكن أنا تأثرت به جداً وحبيت الكتابة الدرامية وعن طريق أعماله وكمان أنا مش بعتبره كاتب درامي بس هو كان كاتب رواقي متميز كاتب مقالات صحفية متميز كاتب مصرحي متميز كاتب حتى سينمائي متميز فهو الحقيقة برضو يعني هو تقلق في الدراما التلفزيونية ولكن ليه كمان إبداعات كتير مختلفة فالنهاردة أنا كنت وكنت بشعر بغيرة شديدة جداً إنه الأجيال الجديدة يمكن ما كانش لها الحظ إنها تتشوف أعمال أسات زيتنا الكبار فكان عندي زينية كده طب ليه ما نقدمش عمل من أعمال أسات زيتنا الكبار ونعيد تقديمه هو عمل إذاعي تقدم في 2003 راجعيني هوا كان بطولة دكتور ريحة الفخراني ومعالي زيد وبنعيد تقديمه بقى للشاشة بما يناسب 2022 شركة أرومة المنتج تامر مرتضى هم اللي تحمسوا قوي للفكرة بصراحة وكلموني عليها وأنا أكاد أكون قلت لهم ده حلمي يعني يلا بينا جداً خالد النبوي صديق من زمان وعملنا مع بعض ما مالك النار ونجحنا الحمد لله نجاح كبير وهو دايماً بيتصل بيه بعد كل عمل يقول لي أرأيو أنا بأعمل كده برضو بنفس في نفس الوقت فلقيتها فرصة أنه خالد كمان بيقدم شخصية جديدة عليه خالص ما تقدمتش قبل كده مخرج محمد سلامة نخرج متميز جداً عملنا قبل كده رحيم وموسى بيقدم برضو نوع جديد ومختلف طبعاً فدي بقى خلطة رجالين طبعاً مش عايزة أقول بقى أسامي النجوم الكتير قوي اللي موجودين معنا لأنه هم كتير قوي مش عايزة بس أكون ناسي حد لكن أنا مراهن أنه كل واحد في مكان وقدم دور جديد عليه خالص ما تشافش قبل كده ده بس ده تحدي مرعب يعني طبعاً أنت بتاخد عن قصة الكاتب الكبير طبعاً وتتحدى بقى أنك تعمل أنت سيناريو يعني هو مش تحدي أوي كيفش للظهر لا أنت مش تتحدى وأنت تتحدى لفسك أكيد لا بالعكس هو يعني طبعاً في الآخر إحنا بنجتهد وبنعمل كل اللي علينا والبقى أنه الناس تحب بقى وأتمنى أنه الناس كمان تحب وتتفاعل مع المسلسل ويلمسهم المسلسل لأنه المسلسل فيه تفاصيل عالم وروح أستاذ قسانا لسه عايزة أسألك عن ده تشبيكة التفاصيل الإنسانية الجميلة المشبعة إذا كانت طبعاً دي خلطة أسامة أنا وروحكاشة وواضح جداً من تعدد الشخصيات إن ده موجود وحاصل منحاول اللي عايزة أسأله يليق بقى مع زوء رمضان خصوصاً أن أنت لسه بتقول لنا أنه التعدد والإتاحة الكتيرة بتفرض علينا أحياناً نفرقع نعرف نفرقع بالشياكة والهداوة كده لسه أقول لك هو دلوقتي إحنا للأسف بنخلق أساطيره وتابوهاته بنصدقها وبعدين ما بنكسرها إحنا خلاص بنصدقها وهي غلط أصلاً بمعنى مثلاً إنه أيام مالك النور لما عملناه فيه كده أسطورة كده برضو بتتقال إنه المسلسلات التاريخية هي مسلسلات نخبوية بتاعت جمهور متخصص بتاعت جمهور مش جمهور الشارع خالص بتاع معا في الآخر نسمع عنها للأمانة هو ده كان النية من الأول لأن إحنا نفسنا نعمل مسلسل يوصل لكل الناس في أي مكان يعني ده كان النية هل ده كان هيحصل ولا لا محدش كان ضامن حاجة بس هو الحقيقة لما المسلسل اتعمل بإخلاص وتنفذ بشكل كبير وكان إنتاجه ضخم جداً طبعاً ده يحسب بشركة جينوميديا والمنتج ياسر حارب إنه تحمس العمل بالضخامة دي فلما أوصل لكل المستويات العمرية وإنك تنزل الشارع وتلاقي ناس قاعدة على القهوة بتتكلم وإنك تلاقي الأطفال الصغرين والتينيجرز وكله متفاعلين مع الموضوع إذن هي الفكرة كلها إنه العمل هيتصنع كويس ولا لا أنا مراهن على راجعين يا هوى بإنه حيرجعنا الأيام زمان تين وحيخلينا نرجع بقى فكرة الدراما اللي بتلمس الناس عن طريق البيت من غير زعي ومن غير دوشة ومن غير بهرجة يعني لإنه الحقيقة أنا شاء زي ما قلت الحرك كده من شوية إنه هو ده ما بيعش ده النهاردة بيبقى في وقتها كده فلاش بيطلع كده وبينتهي تماماً في لحظتها وأنا مصر أنه ده ما يشبهناش وأنا موافق جداً للأمانة لأنه في الآخر هو استهلاكي قوي هو استهلاكي بتاع لحظته يعني أنا شايف إنه الدراما الاستهلاكية هي على فكرة طول عمرها موجودة وموجودة في السينما وفي المسرح من قبل هي بتاعت وقتها تماماً وتخلص بانتهاء وقتها لكن الحاجات اللي بتعيش هي لما بسميها زي المصفة كده المصفة بتشتغل مصفة الزمن يعني والعمر يعني لما بيعدي أظن اللي بيفضل جوه هو الشيء القيم بجد هل بقى إحنا بنعمل ده ولا لا أتمنى طبعاً يا مش أقدر قيم نفسي بس أتمنى أن نكون بإذن الله أنا عايز سألك سؤال بره الموضوع أو بره الكتابة شوية إحنا النهاردة فضلنا أسبوعين ثلاثة على رمضان وده في الوقت العادي بيبقى أي حد مشارك في عامل رمضان بيبقى مش شايف قدامي ما احنا مش شايف قدامي فعلاً أنا عايز سألك بتكتبوا على الهوى برضو ولا الدنيا واخدة وقتها أكتر لا ما بنكتبش على الهوى بس هو الحقيقة أنه فيه ضغط ضغط وقت لأنه برضو من الحاجات الغلط اللي إحنا سنة ورد تانية بقىنا كتير بنعملها هي فكرة أنه طول الوقت بنبتدي متأخر وعلى فكرة اللي أنا اكتشفت أنه ده كان بيحصل برضو أيام أستاذتنا الكبار كانوا بيشتغلوا لحد رمضان يعني للأسف هو شيء يعني للأسف هو ده كان بيحصل بس هو للأمانة أظن أنه ده مش هيحصل في المرحلة الجاية لأنه فيه نية حقيقية من الصنع بعد كده طبعاً في أنه لازم الحاجات تاخد وقتها ونخدمها كويس يعني أنا مثلاً لما أكتب في ثلاث شهور أكيد لما أخد شهر كمان أو شهرين أو ستة شهور أكيد حابق أفضل تمام يعني أكيد الناتج حابق أفضل وهم هيحضروا في الإنتاج أفضل فالتالي الممثل يمثل هو أفضل هي الحكاية كلها للأسف ليعلقة بدورة رأس المال والإعلانات يعني حاجة برانة إحنا شوية كصنع لكن في الآخر هي قبلة للتنظيم يعني أظن أنه ممكن حينتظم وفي نية حقيقية لأنه ده يحصل إن شاء الله بداية من السيزون الجاي بقى الموسم الرمضاني اللي جاي اللي جاي اللي جاي ده اللي هو البعد 23 23 إن شاء الله إن شاء الله يعني بتوقع ده لأنه وكأنه الورق اللي متفاركش بيترس بالزبط كده والحاجات كده كده لازم تاخد وقتها وأنا شايف ده بعيني الحقيقة لامس ده والنهار ده لما تيجي تبصي على أعمال رمضان اللي بتتعرض السنة دي هي ممكن أقل من كل سنة شوية ككمان وده ميزة بالمناسبة مش عيبة لأنه أكيد إنما يبقوا 70 و 80 مسلسل الناس مش هتقدر تتفرج على كل ده ففيه حاجات غزب عنك وبنلجا بقى للفرقعة والمبالغات وغير لكن في النهاية لما الحاجات تبقى معقولة يعني بتصنع بمعقولية في الآخر الناس آه بتتفرج بتختار ده بيحصل في كل سنة بس يبقى على القل الكام معقول هي دي الفكرة فالنهار ده ما تيجي تبصي على الاختلافات اللي موجودة بين المسلسلات اللي نزلة في رمضان لا تحس إنه فيه اختلافات حقيقية مش مجرد إنه إحنا يلا بنعمل بنشتغل وخلاص لأنه أنا نفسي لو حسيت يعني أنا كنت طبيب أصلا فلو حسيت إنه سيبت ده عشان برضو يعشان نتحول لوظيفة وإن إحنا بنشتغل وخلاص ونعملش الحاجات اللي بنحلم بيها يبقى أكيد مش حاجة كويسة سؤال عن إمكانية أننا طريقة الكتابة لـ 30 حلقة مسلسل إذاعي يتحول لمسلسل تليفزيوني 30 حلقة برضو تحديات التفاصيل لعمل الآن طبعا لأنه في الإذاعة في فرصة كبيرة للخيال والحوار بيبقى هو البطل أكتر يمكن من الصورة زي ما حريك بتقولي إنه الواحد بيتخيل أكتر كمان الوقت إنه حلقة الإذاعة بتبقى 10 دقايق تقريبا 12 دقيقة أنا عندك من 30 إلى 35 دقيقة على الأقل بصي هيا أنا أنا تعاملت مع الموضوع على إنه أنت بتطور عمل كبير ومهم موجود طبعا زي أكتر أنك بتعمل مع رواية أو فيلم بتحوله المسلسل يعني في الآخر أنت بتاخد العمق بتاع الموضوع والشخصيات والتفاصيل وأنا عشان يمكن كمان كنت مبهور بعالم الأستاذ أسامة فأنا بقى أقدر أتدعي إن أنا كنت مشاهد جيد جدا لأعماله الدرامية وعارف كويس قوي حتى الحاجات الندرة اللي كنت بتطور عليها عشان أجيبها وأتفرج عليها من باب إن أنا فأنا حاولت على قد مقدرة أبقى عندي الإخلاص لعالم أستاذ أسامة لتفاصيله لشخصياته لأنه أي كاتب عنده عالم وعنده تفاصيل متكررة بس متكررة بتتطور مع مشواره وعنده بتتطور مع مشواره أدوى زي بالزبط كده علاقة مثلا أستاذ محسن زايد بأدب نجيب محفوظ لما حاوله للدراما هي نفس الفكرة أنه أدوى إيه كان مقلص على الحفاظ على طعم ولون نجيب محفوظ وحلاوة نجيب محفوظ في أعماله الدرامية بس في نفس الوقت محسن زايد موجود برد كصانع وكاتب هي دي الفكرة اللي أنا اشتغلت عليها فرجعين يهوى وأتمنى إن شاء الله أنها توصل للناس بإذن الله ده بالتأكيد هنشوف حاجة حلوة ويعني من ريحة أسامة أوروكاشة وموهبة محمد سليمان ربنا يخلي ربنا يخلي عايزة أسألك بعد ما بقى احنا متشوئين ومتحمسين تداخل الشخصيات وإدارة الشخصيات أنا عارفة أنها مش مسؤولية السيناريست قوي لكن بتأثر وانت بتكتب برضو بتبقى متخيل أن أنا عنتي شخصيات كتير عايزة وزينها كلها بنفس القدر بتفكر في ده أو بحساباتها بتتحسن بسي طبعا بصري هي هو الكتابة يعني فيها حاجة مهمة اسمها البناء الستركتشر الستركتشر ده معناها أنك أنت زي ما كده بتبني عمارة كبيرة الأول بيبقى لها بلو برينتز كده رسمة كروكي وبعدين بتبتدي أنك أنت تبني الطبقات فوق بعض فالحقيقة أنه اللي حاصل في عالم أساس أسامة وأنه روكاشة من بداياته الحقيقة يمكن من قام المشربية وشاهده الدموع أنه طول الوقت محافظ على فكرة البناء وده كان تميزه طبعا بالإضافة لحواره الجزاب والشيق طول الوقت في بونا وستركشور هو قدر يوصله يمكن بالموهبة أكتر من الدراسة يعني النهاردة الحاجات دي بتدرس بالمناسبة في كرصة سيناريو وفي مدارس وغيره لكن هو قدر يوصل ده بالموهبة لوحده يعني فالحقيقة أنه تداخل الشخصيات في الآخر الشخصيات لازم تبنى وملامحها تبقى واضحة وشخصيات عالم أستاذ أسامة واضحة جدا مع علمها وفاكرينها لحد النهاردة بأساميها يعني كمان كان بيختار لها أسامي موهيزة بالمناسبة يعني فإزاي بقى الشخصيات دي تتفاعل وتتلحم مع بعض في النسيج عمل متماسك هو ده سحره الحقيقة هو ده سحر أستاذ أسامة بنحاول نعمل ده إن شاء الله السنة دي في راجينيا هو وأقدر أزعم أنه كل ممثل في مكانه قدر أنه ياخد الشخصية في حتة عظيمة معنا حتى أستاذ أحمد بدير طبعا وهو أملاق كبير يعني وهو كمان كان عمل مع أستاذ أسامة عمل مهم أولا هو زيزينيا كان مع أستاذ زيحة الفخراني كمان بقى يعني لما كنا في البروفات كان أستاذ أحمد دير بيقول لي على فكرة أنا عملت مع أستاذ أسامة عمل كنت أطالع فيه درعام يقول له أيا أستاذ اسمه أباب المدينة هو نفسه ما كانتش فكره يعني أباب المدينة ده كان في آخر السبعينات كانت عمل منه جزئين عشان كده بتقول أنا ذكرت حتى الحاجات أنا كنت مبهوء بالزبط بالزبط كده يعني أنا الحاجات دي موجودة على قناة ما سبير وزمان وموجودة على اليوتيوب حتى الحاجات اللي بتصورت برا مصر وغيره طبعا فيه أعمال لسه مش قادرين نحصل عليها بس هنفضل وراها إن شاء الله الحد ما نجيبها يعني لكن في الآخر اللي عايز أقوله لك إنه فكرة الشخصيات المتعددة دي ده مهم جدا في الدراما التلفزيونية لأنه في الآخر آه في أعمال ممكن يبقى فيها 3-4 شخصيات بتتفاعل طول الوقت بس اللي حاصل فعالم أستاذ أسامة كان فكرة الشخصيات الكتير والمتعددة واللي ماشي بتوازي تيش النجم الأوحد والخط الوحيد لا يعني مثلا ما هو أنت أرابسك هو الشخصية الرئيسية حسن أرابسك أبو العلا البشري الشخصية الرئيسية أبو العلا البشري ضمير قبل حكمة قبل حكمة شخصية الرئيسية لكن في الآخر تعالوا نشوف كل الشخصيات اللي حواليهم لا كل واحد منهم يتعمل عنه مسلسل والحقيقة أنه فيه عمل أستاذ أسامة أنا بعتبره عمل تأسيس اسمه عابر سبيل عابر سبيل ده كان في بداية التمانينات كده كان بطولة تمزك آه لا كان بطولة دكتور يا جمع دكتور كان بطولة ياحي الفخراني وأسيس الكبير عبدالله بس وكلمت فيه دكتور ياحي قلت له أنا كنت بدور أيامها على المسلسل ده وفي الآخر لقيته وتفرجت عليه لأنه أنا بعتبره أنه هو عمل تأسيسي ليه لأنه أنا في رأيي أنه العمل ده أستاذ أسامة لقى فيه صوته الكاتب على فكرة بيقعد يدور على صوته كتير في الأول لحد لما بيلاقيه وبيبتدي يبني عليه بعد كده مشروعه الأدبي والفني فالعمل ده أنت لو بصت لو بصت على شخصياته هي بعد كده اللي تفرعت منها شخصيات كتير قوي موجودة برضه في الأعمال التالية لأستاذ أسامة لا إحنا هنذكرك بقى أنا هاجع للأسيسي لرواية القديمة أنا بشكرك بشكرك شوفنا جزيلا الدكتور محمد سليمان عبد الملك الكاتب والسيناريست بالحس الأدبي العميق والخلفية الطبية العميقة ربنا يخليك بشكرك وكل التوفيق فرجعين يا هوات لنتظرينه في رمضان يا رب إن شاء الله ونبقى يعني ضيوف خفاف كده شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين ودي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة نشوفكم إن شاء الله على كل خير